السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشاكم يمي شاتي إن شاء الله سأبقوا لكم بخير نبدأ ونصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد اليوم جبت لكم غسات سهلة سفنج أو لف طاير كما تحبوا المقادير بكل راهي في صندوق الوصف حطيت 500 مليلي لتر انتع الماء زدت لها مغرف فنتع سكر مغرف فنتع خميرة ومغرف صغيرة انتع الملح وزدت لها كمية منتع الفارينة كتبها لكم في صندوق الوصف وشي هو الحاجة المليحة في هذا السفنج هذا إنه ما تعجنيش نحن بكل كنا نحن نقوم بسفنج الصباح ندوش صباح بكري ندوش لنجنون وخمر وإسماء الأمجنة قد نضيبه في الوهند وفي الوهند من نحب أن نحب الرحيحه هذا الغسات هذه توجد هذه العملية في الليل تقوم بتطبيع كما تعلقنا نخلط برك مليح حتى نحصل على عجنة تكون بطرية وتتلاسق نغلقها بجنت ما خبطت موالو نغلقها بالبابير فيلم وضعها بالصح في وعاء والبول يكون كبير تجعلها المجال لكي تطلع لا يجب أن تسفيد لكم على هذا الإناء تخبيوها بالبابير في الفريجي دار في التلاجة تجعلها الليلة كاملة هل الغدوى الصباح النوضو نجبدو السفنجنا واذا نجدوه؟ نجدوها تطلع والضعف والله يبار كله في قاعد ما عندي ما نقول لكم درت شوية زيت في بلاتو السفنج نتاعج بالبابير في التلاجة الأولاد راكدين العيلة راكدة نطمئلا يعني قبل الفطار قولي بنص ساعة لكن لا تنضوش بكري نضي قبل الفطار بنص ساعة توجد هذا السفنج هذا نضي قضي لك نضي قضي قضي لبابير في التلاجة ساعة تجعلها نضي قضي نضي قضي تجعلها المعجونة وراكحة انضيع اضافة مصرية مستعمل نحن نعود الى الزيت حتى اضافة نضيف نضيفه نضيفه قطة البريدي و حاول المنظر لنضيفه نضيفه الزيت في مقلة صغيرة و في المقلة الكبيرة اضيفه الزيت نضيفها على الطريقة المغربية نضيفها في مقلة صغيرة ثم نضيفها في المقلة الكبيرة لا يوجد زيت يسخن نضيف البولات ننقبها بصبعي و نعرض في هذه النقبة نضيفها و نضيفها و نضيفها في المقلة الصغيرة لنضيفها لنضيفها في المقلة الصغيرة المقلة الصغيرة المقلة الصغيرة الزيت يجب اسخن نضعها قليلاً نضعها قليلاً قليلاً نضعها قليلاً نضعها قليلاً ستقوم بها طريقة هذه السفنج يجب ان يكون سهل و لا يكون هناك أبليجية تنضب كريم أو تنضب كريم لا لا لقد أطلب ازيت اضل و أنا قليلاً أنا دعب أطلب العجمة دعب أطلب اسفنج وگذيت اضل فطاير لا يكنوا زيت من خلال دعب أغس dicht وكند 1949 في المقلاة هذه التي ت pagar ستمكنیں زيتك ọiية يشترك يبدأ التنفخ يبدأ الله يبارك التنفخ و يتقلبه يزيد التنفخ و لا تصبوه فوقه الزيت ليس كما الفطير لا يزمان الطيب لهذه الاخرى تكون وجدت هذا نكمل العملية نجعلها الطيب لا تتقلبها حتى نرى أنها تنفخ شاهدوا الله يبارك نتركها نجعلها نجعلها أحسن في الفطير أو في السفنج يجعلها طيب انا أريد أن ننهز لأنه بطريقة هذه يجعلها الزيت يجعلها الزيت و يجعلها الطيب العقيلة كما فارينة لا يوجد الجهد و لا يوجد عجينة سأقوم بالسعي كما فارينة سوف تكون سفند سوف تكون و كما يمكن التنفخ بالعقل في المقيلة الصغيرة نضع تقطع و نضع في المقلة المقيلة الصغيرة سوف نكمل حباتي كامل نرجع للعجينة بالإبهان بالبوس ندخل ثم نعرض ونهز نضيف المقيلة الصغيرة نعرض لكم طريقة سهلة لا تضيفا ارتبطت المقيلة في هذا الشمس ونضيف نضيف المقيلة نضيف ونستمر ثم نضيف السفنج ثم يكون له البشرة والإبهان يشم تلك الروحة وفرحان يفطر الصباح بسفنج و لاف طاير كما يحبون اللي هو الخاطر شوفوا كيفية التنفخ يضعها في المقلة الثانية نقلبوها تزيد التنفخ كتر و كتر ما شاء الله يجعل الكيف لا جهد ولا شيء انت روح تركدي وخلي هو يركد الفريجي دار لازجر تسبوها راحتكم في وقفة شوفوا دركة راحت ندير الفطاير لازم نبسط العجينتاء سوف نخلي الحاف شوية خشين بصح في النص نبسطها ونهز هذه الفطايره نضعها في الزيت اللي قاوي هذه المقايرة صغيرة وش لازم نفطاير لازم نصبو فوقهم الزيت بمغير فا لازم ننفخ شوفوا كيف ينفخ شوفوا كيف ينفخ تزيدوا في النار ولكن لا يوجد شروح في الساعة لازم نقصوا على النار لازم نقصوا على النار لازم نقصوا على النار ونقلبوهم ثاني بالعود أو بغشات كما تحبوا أنا أسهل طريقة هي هذه نقدر ندوره ونقدر كما نحب ندلله نحمروا شوية الجهة الأخرى نعود لكم هذه العملية لكي ترافوها معي هذا أنا أضعت واحد أخرى نحطها نرى كيفية الله يبارك معها نحطها بعد تبدأ تنفخ نقصوا بفق هذا الزيت وخلاص الفطير توجدوا نحط الريحة الصباح وينودوا يجبون السينية توجد الفطر واجدة هذه الفطير توجد السفنة توجد اليوم غشات سهلة مهلة نعطي لكم النتيجة شوفوا جاو طريين وفوشين ما شاء الله هادلها رغوستة اليوم قلكم إن شاء الله تجربوها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا